أعرض الصحافة من قناة شروق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة في بعض الصحف الوطنية العربية والعالمية للإطلاع على أبرز وأهم العنوين التي جاءت لنهار اليوم والبداية مشاهدين الأفاضل بيومية شروق لنهار اليوم التي كتبت في مختلف المواضع وعنوانات صدر صفحتها بماية للتوازن التنموي من الأولويات هذا ما قاله رئيس الجمهورية والذي أمر برعاية مناطق الظل المحرومة لعقود طويلة تنفيذا لبرامج التكملية بأربع ولايات تحديدا تحت مجهر مجلس الوزراء تطالعون على صدر الصفحة الأولى لجريدة الشروق لنهار اليوم البنك الإفريقي لتصدير مستعد لتمويل المشاريع في الجزائر وتقارير عن تحسن مؤشرات مناخ الأعمال وبئة الاستثمار تجذب المتعاملين في عنوين فرعية تقرأ بطالبي يقول المؤسسات أعلنت سابقا استعدادها لتمويل مشاريع بمليار دولار وتوقيع اتفاق بعد عيد الفطر لاستضافة معرض التجارة الإفريقية بالجزائر عادت يومية الشروق على صفحتها الأولى إلى موضوع خارجي وكتبت المخزن يقتل عفوا المدنيين الصحراويين بأسلحة صهيونية وثلاثون ألف صحراوي نزحوا قصرا بسبب القمع في المغرب في عنوين فرعية تقرؤون في مواضيع متنوعة تغييرات مرتقبة في ودية الخضر مع جنوب إفريقيا بالنسبة للرياضة وفي موضوع آخر هذه آخر مستجدات مفاوضة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالنسبة لأسفل الصفحة يأتيكم عنوين رئيسية أخرى جاءت على النحو التالي ثلاثون قضية لسائقين متهورين نشروا فيديوهات على تيك توك وتخفيضات في خدمة الأنترنت لصالح مستخدمي التربية أحزاب تفتح ملف تعديل القانون العضوي للانتخابات نبقى وإياكم مشاهدين الأفاضل ضمن يومية الشروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كما يلي التوازن التنووي من أولويات الرئيس تبون ترأس أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكملية للتنمية بولاية خنشلات سمسيلة الجلفة وتندوف والتقرير المرحل الخاص بالإحصاء العام للفلاحة وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط بالإضافة إلى وضعية التحذيرات للألعاب الأولمبية الفين وأربع وعشرين وجاء أيضا كنقاط فرعية في هذا المقال يقول رئيس الجمهورية تقوية اللحمة الوطنية باستدراك النقائس المسجلة في تنمية مناطق على حساب أخرى والموافقة على صفقة بين المحافظة السامية للرقم نوهووي لطابعها الاستعجال إلى مقال آخر مشاهدين الأكارم وتطالعون فيه مايا للبنك الإفريقي لتصدير مستعد لتمويل هذه المشاريع في الجزائر وتوقع الحكومة بتاريخ الخامس عشر أفريل المقبل بالمركز الدولي لمؤتمرات عبداللطيف رحال رسميا اتفاقية استضافات معرضة تجارة الإفريقية البيئية المنتظر تنظيمه بالجزائر سنة الفين وخمس وعشرين وذلك بحضور ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستراد وهو الذي أعلن عن استعداده لتمويل مشاريع من القطاعين العام والخاص في الجزائر ويقوم هذا البنك بتمويل مشاريع الشركات الناشئة لكل شخص يتمتع بالجنسية الإفريقية حتى لو كان غير مقيم إضافة إلى تمويل مشاريع القطاع العام والخاص عبر قروض مالية وحتى الدخول في شراكة رابحة مع متعاملين محليين تطرق هذا المقال إلى نقاط متعددة تطالعونها ضمن يومية شروق لنهار اليوم من جريدة الشروق إلى جريدة الخبر وتقرؤون فيها تمديد استقبال الطلبات إلى غاية الواحد والثلاثين من مارس الجزائري الجاري عفواً لتمكين مستخدمي قطاع التعليم العالي من التسجيل في السكن الترقوي المدعم ومستخدم جامعة التكوين المتواصل معنيون أيضاً بالتسجيل في هذه المنصة بالبونت العريض عادت يومية الخبر أعلى صدر صفحتها إلى موضوع سياسي وطني وكتبت صيف سياسي بامتياز الرئاسيات المسبقة والمرتقبة يوم السابع سبتمبر القادم وانتخابات رئاسية مبكرة لضمان جاهزية الدولة تعود يومية الخبر أسفل الصفحة الأولى إلى موضوع اقتصادي وكتبت فيات الجزائر استوردت سبع وتسعين ألف سيارة ومدير العمليات للمجموعة يعتبرها سنة ناجحة ويكشف أقول عن تفاصيل مختلفة أبرزها الوصول إلى خمسين وكيل وثلاثون ولاية محققة أو محققة تغطية تصل إلى ست وسبعين في المئة كما تعود اليومية أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع آخر وكتبت بون يشيد على الأهمية القصوى لاستكمال البرنامج التنووي أو البرامج التنووية المحلية دون أن ننسى مشاهدنا الأفاضل المختلف العنوين التي تأتيكم على الهامش الأيمن من جريدة الخبر إلى يومية المساء وتقرؤون فيها العدل والإنصاف لتقوية اللحمة الوطنية هذا ما قاله رئيس الجمهورية والذي أكد على استكمال البرامج التنموية بالولاية المحرومة والتوازن التنموي استراتيجية الرئيس وأولويته لتقوية التلاحم الوطني تطرق هذا المقال إلى نقاط مختلفة تأتيكم كعنوين فرعية على الصفحة الأولى كما تعود اليومية على رأس صفحتها إلى دور محور لديبلوماسية الدينية الجزائرية في المتوسط والساحل ورئيس منتدى جسور السلام الدولي يصرح ليومية المساء في عنوين أخرى تقرأون تثمين رئاسي للأداء المشرف للبعثة الجزائرية بالأمم المتحدة يتقدمها المندوب الدائم عمار بن جامع وتخرج أول دفعة للأمن السيبراني في ألفين وسبع وعشرين من جريدة المساء مشاهدنا الأكارم إلى جريدة الموعد اليوم وتقرؤون فيها الرئيس تبون يؤكد على تقوية اللحمة الوطنية لكونها في صلب أولويته من خلال استراتيجية مبنية على التوازن التنووي وهذا الموضوع الذي تنقلته مختلف الصحف الوطنية وفي عنوان فرعي رئيس الجمهورية يثمن الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة كما تعود اليومية على رأس صفحتها إلى موضوع آخر وتقول وزير المجاهدين يستقبل فريقا صحفيا فيتناميا في إطار ترقية التعاون الثنائي وتوثيق العلاقات التاريخية بين البلدين عنوان آخر يأتيكم ضمن اليومية بيقا يدعو الأجيال الصاعدة إلى استلهام العبار من مسيرة أبطال الجزائر من أبطالها ذكر مصطفى بومبو العيد أو الشهيد مصطفى بومبو العيد كما تعود اليومية أسفل الصفحة الأولى إلى الإطلاق الرسمي للشبكة الجمعوية من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري الإفريقي مشاهدنا الأفاضل من جريدة الموعد إلى يومية الغد وتقرؤون فيها مختلف المواضيع أبرزها إغاثة غزة جسر جوين جازائري وفي عنوين فرعية المساعدات تصل مطار العرش بمصر ليتم نقلها نحو غزة عبر معبر رافح ومجلس الأمن يصوت على مشروع وقف العدوان على غزة اليوم وسينقل 118 طن من البواد الغذائية بمعدل طائرتين يومياً تطالعون على صدر الصفحة في عنوان رئيس أحزاب تضبط عقارب ساعتها على الرئاسيات وتستعد لفتح ورشة وطنية تحسباً لتعديل القانون العضوي للانتخابات على الرأس الصفحة الأولى اليومية الغد تقرؤون البوليساريو تدعو فرنسا لتجاوز سياستها البالية والميل للحل العادل بعد اعتراف باريس بمساعدة المخزن على احتلال الصحراء الغربية كما تقرؤون إطلاق مشروع حاضنة مبادرة ART وإلاء أهمية قصوى للتنمية في الجلفة وخنشلوة سمسيلت وتندوف عادة اليومية أسفل الصفحة الأولى إلى مواضيع متنوعات جاءت على النحو التالي انعاش الحركة الاقتصادية ينعش لاستهلاك الوطني للوقود ووضع مخطط جديد لتحسين التكفول بمرضى السل ومرضى السل تحديداً وغويري يكشف أسباب مغادرة معسكر الخضر من يومية الغد مشاهدنا الأفاضل إلى جريدة المصار العربي وتقرؤون فيها هاته خصائر الصهايين الحقيقية والحخامات يقاطعون الجيش وكارثة بكل المقاييس تضرب دولة الخنازير في عنوان رئيسي كما تعود اليومية أعلى صدر صفحتها إلى تحديد زكاة الفطر لهذا العام بمئة وخمسون دينار جزائري ودعوة لجمعها ابتداء من منتصف الشهر تعود اليومية أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع رياضي وكتبت فيها الخضر يفتحون صفحة جنوب إفريقيا وبيتكوفيتش يحدث تعديلات طفي فكما تعود أو تقرؤون على رأس الصفحة أمطار الخير بدءاً من اليوم بحول الله من المصار العربي إلى الصحف العربية وإلى يومية القدس العربي وتقرؤون فيها غزة مستشفياء ناصر والأمل في دائرة النار الإسرائيلية وأنباء عن اغتصاب نساء وحصار مجمع الشفاء مستمر دون أن ننسى مختلف العنوين الفرعية التي تأتيكم في مواضيع ثانوية إن كانت محلية دولية أو إقليمية وبجريدة القدس العربي نصد وإياكم إلى خطام معرض الصحفة لنهار اليوم كانت هذه بعض العنوين المختارة شكراً لكم على كرم المتابعة والإصغاء إلى اللقاء مرحباً بكم برنامج الشروق مورنين كل عادة والمعتاد والفتويت عودتوا على خرجات الميدانية تعل برنامج في كل مرة يأخذكم إلى مكان معين يوم رأنا متواجدين ببلدية القبة تحديداً في لابروفال باش نشاركوا جمعية الخير المباشر واحد من أو نشاركوهم طاولة فطور رمضان فالأكيد رأنا متواجدين هنا مدار ثلاثين يوم وفقط للإشارة أن الجمعية كانت حاضرة معنا في الأستوديو وحكيتنا على البرنامج لراهي موجداته لهذا رمضان وليوم كما قلوا بالعامية درنا لهم زدمة باش نشوفوا إلا كانت تحضيرات اللي حكونا عليها في البرنامج كين منها ولا لا لا نخلوكم مع الصور باش تكتشفوا التحضيرات والوجب اللي قدموها للصائم ولعبرئي السبيل وبالنسبة للناس أيضا اللي كانوا جايزين ولمرين وأذن عليهم في طريق فيقدروا ينضموا لنا كما قلنا في هذا الطاولة ويفطروا مقالي غنقبوا صحة فطوركم وشكرا لجمعية الخير اللي استقبلتنا في هذا المكان تحديدا ببلدية القبة يلا ما نطولش عليكم ندخل لكم تشوفوا الصور ونتعرفوا على أعضاء الجمعية وكيفاش كانت التحضيرات لهذا الطاولة شوف حنا تقاريب بنا ندخلوا 800 وجبة بين الأطابل والأمبورتي يعني دوك العدد الوجبة ترى وغير يطلع نهار اللول كانت 600 مورها 700 دوك الحقا حتى الثلاثمانية وهذا بفضل ربي سبحانه والمحسينين اللي من المنبر هذا نعودوا نشكرهم وقولهم بارك الله وفيكم كل عام نفتحوا لهم مجال كيفاش يساقبلوض ويفتاحهم وزوارتهم ورانا كل يوم كل مران دي كل يوم هنا نفتروا في 600 و 600 صائم عابر سبيل تعالوا هل أمو من أفتر صائما كان له مثل أجره ومرحبا بكم السلام عليكم صحة فطركم وصحة كل واحد ساهم في إنجاح هذه الجمعية وساهم في توفير كل مواد لازمة لكي نفتر صائم وعابر سبيل شفنا النظام وشفنا المستوى التنظيم ما شاء الله يبارك الطعام حسن دو جودة والنظافة مميزة والحاضرين الناس اللي قايمين على العمل هذا وناس رب يبارك لهم وإجعل الخير هذا ميزة لحسنتهم إن شاء الله نشكر جميع الأعضاء اللي يشاركوا معنا ويعاونوا يخلوا عائلتهم ويخلوا خدمتهم واللي يخلي قرأته يجي يعاون أنا من الوقت من المردوهر هم اللي هنا يحتل تلاشت علي بارك الله فيهم وربي جزيهم ضعنا لنهار اليوم مشاهدين الأفضل وهو مسابقة أو المهرجان الوطني للأنشودة الدينية اللي رح نخليني قول يكون موجه إلى الشباب تحديدا في طبعة الرابعات إطالة روح حاضر معنا صبيحة اليوم علي صفصاف رئيس رابطة نشيط أوقات فراغ الشباب أهلا وسهلا بك ورمضان كريم شكرا رمضان كريم ليك ولكل المشاهدين قناة الشروق قناة العائلة وقناة الشباب وفي نفس الوقت التليوزيون اللي رافق كبير يقول النشاطات الحركة الجمعوية وبالخصوص الأنشيطة خاصة احنا في شهر رمضان لأن هذا السنة اللي جاء ببرنامج كثيف كثيف جدا وكبير يقول هذا هذا رمضان العام هذا كذلك جاء ب كبير يقول بوحدة السكينة صحة سبحان الله الاستقرار في كل شيء إن شاء الله تحسوا يعني مرتاح هذا رمضان وهذا الشي شفناه من خلال الصور طبعا اليوم رح نحكو على المسابقة والمهرجان ولكن لاحقا إن شاء الله رح يكونوا حاضرين معنا المنشيدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فيما يخص المهرجان الأنشود الدينية للشباب في طبعته الربيعان اللي هو مهرجان تحتها إشراف سيد وزير شباب رياضة والسيد ولي ولي جزائل والذي تشرف عليه مباشرة مديري الشباب رياضة والترفيه لي ولي جزائل وهو يدخل في إطار البرنامج العام ومشاركت أيضا جبعيات بطبعة الحال هذا البرنامج اللي هو كيف يقول ولا هذا الطبعة للمهرجان جاهد العام هذا اللي كيف يقول باش نحيه سهرات ليالي رمضان في سحة العمومية والفضاءات الكبرى وخاصة لاكتشاف المواهب والأصوات والأصوات الإنشادية ما يخفى لك أنه هذا النشاط أو هذا الفن النبي كما نسميه في الجانب تنشيطي أنه فن نبي لأنه ما كاش منها ما كاش في ما يحبش الإنشاد والحنجرة والمدير بأصوات تصدح الله يبارك بارك الله فيك دائما ما تكون أصوات مميزا يعني الشباب يلقوا المديح ولا اللي نسمعه وهذا ودورنا هذا ودورنا باش لنا كرابطة تنشيط أوقات فرق شباب فتح وفضاء لإكتشاف هذه المواهب وسقلها ومرافقتها وعطي لها نعطي لها الطريق لباش يروحوا الاحترافية وإحنا كيف يقول خلال طبع سليفاته اكتشفنا مواهب جد جد ورائعة في هذا المجال في مجال الإنشاء الديني وكيف يقول احنا كين مدارس فعلى مستوى المؤسسات الشبانية والمستوى الجمعيات أو الكشافة الإسلامية هذو الفضاءات اللي يجيونا للأطفال واللحدة الشباب أكيد على ذكر فقط الفضاءات اللي راح تستقبل هذا الشباب على بنابل عشر دور شباب راح يتم من خلالها استقبال الشباب من أجل إجراء الكاستينج خليني نقول فقط ولا نحب نعرف المشاهد على أي أساس يتم اختيار المشاركين في هذا المهرجان هذا المهرجان هو مفتوح لكل الشباب والمراهقين الهوات للمشاركة في هذا المهرجان وميخفلش أنه في تنظيم السير هذا المهرجان ارتأت لجنة التنظيم أنها تفتح المرحلة الأولى هي مرحلة التصفيات الأولية التي رأي جرات وتجرى وما زالها كفي قول مستمرة إلى غاية الخامس أبريل لا لا يوم 28 التصفيات الأولية الأولية يعني يعني التصفيات الأولية والتي رأينا كفي قول لحد الاجتماع تصحرة الأمس واللجنة التي قيمت العملية والمشاركين أرى لها أكثر من 80 فرقة وما زالها متواصلة إلى غاية ليلة القدر ما شاء الله هذه الفرقة مفتوحة والمشاركين منخارطين على مستوى المؤسسات الشبانية المتواجدة على مستوى 57 بلدية في ولاية اليزار وكذلك الفرقة المحترفة المستوى الوطني ومن بعد نحكيه على كفي قول الضيوف الشرف فيما يخص المشاركين حبيت قطع سلعني في قطعنا نحكي على لجنة التحكيم اللي راح تتم اللي هي راح تقيم هذ المشاركين على أي أساس تم اختيار لجنة التحكيم وشكون هما لجنة التحكيم كفي قول إحنا هذه اللجنة التحكيم والفرق اللي كنت نحكي عليها أنها فرق من المؤسسات الشبانية من الحركة من الجمعيات من الكشافة الإسلامية الجزائرية فرق من الأحرار وبالتالي هذا الفرق كيف يقول افتحنا لها فضاءات على مستوى عشر مؤسسات جوبانية اللي تتنافسها للمرور إلى البرائم الأول اللي رح يكون إن شاء الله 28 29 30 28 ثلاث صهارات ليالي رمضان بالتالي رح منهم نختاروا 12 فرقة طيب قبل ما نصل إلى عملية الإختيار نحب نعرفها هناك أسماء معروفة في لجنة التحكيم خاصة الأنم الجزائريين معروفين في الإنشاد ونشوفهم عفوني شرفوا الجزائر ويشاركوا في مختلف المسابقات الدولية ويعودوا بأسماء وألقاب يعني تشرف الجزائر وتشرف الإنشاد فيما يخص هذا طبعا لأرتاءة لجنة التنظيم أنها تستعين بلجنة تحكيم فنية محترفة عندها خبرة وبعض طويل في مجال الإنشاد ويترأسها للجنة التحكيم الإعلامية والمنشد القدير سماعين حاجق ويدر اللي هو كيف يقول رئيس مجموعة أو الفرقة إنشادية وكذلك هو إعلامي ومنشد ومتابع لهذا المجال اللي كيف يقول رهو مكون احنا بنسبة لي مكون في مجال الإنشاد العضو الثاني هو الشاعر الفلسطيني رائد ناجي اللي هو كيف يقول منشد وشاعر وكاتب وفي نفس الوقت مكون في مجال الإنشاد قبل ما توصل فقط على ذكر الشاعر الفلسطيني طبعا شعار هذا الطبع هو في رحاب رمضان ننشد من أجل فلسطيني يعني قضية فلسطينية حاضرة حتى في هذا المجتمعين ولو المشاهدين يقولوا الشاعر الفلسطيني مربوط بهذا الميزة طبعا هذه إنها جاءت بشعار في رحاب رمضان ننشد من أجل فلسطين وجاءت هذا الطبعا باش وقفة تضامنية رمزية تعبر عن التضامن العام والموقف الثابت للجزائر وللشعب الجزائر أننا مع كيف يقول فلسطين ظالم أو مضم وهذه خصوصية هذا الطبعا يعني رسالة واضحة ومبشرية استعنا ب دعم الإخوان في فلسطين عضو من اللجنة التحكيم استعنا بفلسطيني كتضامن وفي نسخ يكون مرافق لهذا المهرجان طيب بالنسبة للعضو الثالث الثالث هو أستاذ الأستاذ إبراهيمي هو أستاذ وناقيد وأستاذ جامعي وفي نفس الوقت ملم ومنشد بالمجال الإنشاد وكل الفرق للمشاركة تعرف لجنة التحكيم ولما علننا على لجنة التحكيم كان ارتياح كبير لأنه يكونوا أهل الاختصاص في التقييم نحن مقتنعين أن الفرق المشاركة ستأخذ بالنصائح أكثر منها تنتظر التجوش لأن المشاركين يحتاجون مرافقة يحتاجون للتكوين يحتاجون لدعم المستمر بشي الحقول الاحترافية وما يخبالكش أنه في الجزائر ولا دا في مجال المبدعين وشاركوا فقط نقاطعك في هذا النقطة تحديدنا حبيت نحكي على نقطة مهمة جدا بما أنه مهرجان وطني علش مدرتوش عملية انتقاء الأصوات من مختلف الولايات لا هو في أقل حصلها فقط على مستوى الجزائي العاصمة لا هو في أقل ربما رح يكون إجحافي حق الناس لبعاد لا شوف احنا من بين التوصيات التي رحينا نرفعوها لحكم أننا متعاملين مع قطاع شاب برياضة في خلال الحفل الختمي سترفع توصيات ليكون ولي كيف يقول تثبيته باش تثبيت المهرجان باش يكون مهرجان وطني بصفة رسمية ولكن هو في حقيقة الأمر مهرجين الولائي بمشاركة وطنية خلي المواتن في الصورة مشاركة وطنية بين فرق محترفة من الولايات المجاورة وحتى الولايات شكو هم أبرز الولايات وشكو هم الولايات المجاورة الفرقة اللي راح تكون ضيف الشرف في الحفل الختمي هي في قتبهاء من ولاية تمسيلان اللي هي معروفة المستدولي في فرقة البهاء اللي في مجال الإنشاد والمديديني كذلك في فرقة من الولايات بازا في فرقة من الولايات بليدة وبالتالي أنا راح نقول لك إلى أبعد من هذا أنه ستكون مشاركة دولية وهذا هو الميزة في طبع هذه هي المشاركات على دولة تونس سيكونوا مشاركين معنا كذلك جميل يعني عفتوها بعد حتى مغاربة حتى نسبت الشعار اللي هو ننشد من أجل فلسطين ستكون حاضرة معنا فرقة إنشادية من دولة فلسطين جميل جدا يعني نعفتوها بعد عربي خلاص هذا هو الخبر كيف يقول والله الحصري اللي راح شكرا لك على الأخبار الحصرية اللي جبتها لنا صبيحة اليوم يلا نرجع إلى المشاركين في هذا المهرجان تحديدا نرح يتم اختيار 12 أو انتقاء 12 مشارك في المهرجان هذا فيما يخص يعني حدث أن مشاركة 85 أو أزيد من 85 مشارك وما زال لكم في استقبال ما زال استقبال وما زال مفتوحة لمختلف الفرق أنا نقول لك أنه المرحل التحسير هذا المهرجان المرحلة الأولى رهي جارية إلى غاية يوم 28 يعني لكل شباب الهاوي ولي عنده صوت شباب وصوت شاجي ويغني ولا ينشد في المدائح الدينية يتصل بالمؤسسة الشبانية يتصل بصفحة الفيسبوك مديري شباب ورياضة لا أود أن ندكرهم فقط أنه مش بالضرورة يكون منخارط أو منضم لا يقدر يكون حر يعني حدث الأحرار يقدروا يشاركوا جميل على مستوى صفحة الفيسبوك لمديري شباب ورياضة وطرفيلو الجزائر صفحة رابطة تنشيط أوقات فرق الشباب الفيسبوك أو الاتصال بالصفحة الخاصة بالمهرجان اللي هو مهرجان الأنشودة ديني شباب طبعا ربيعة كما قلت المرحلة الأولى ما زالها جريا وكان إقبال كبير وشداش لاحظنا أنه كان هذيك الشغف يحضروا ويشاركوا خاصة الفئات الشبانية الفئات الأطفال المراهقين يعني العمر ومن يكون يكون هذا المهرجان حدد فئتين للمشاركة في هذا المهرجان الفئة الأولى هي أقل من 16 سنة والفئة الثانية اللي هما أكبر من 16 سنة وبالتالي خلينا توازن بين الفئات العمرية ومفتوح للإبداع والتمييز تقدر تلقى طفل في عمره 7 سنوات 9 سنوات متميز في الإنشاء كما تقدر مراهق في عمره 12 سنة 14 سنة باش نديروا توازن العمري خلينا الشباب في الفئة الشبانية المفتوحة من أكبر من 16 يعني 17 سنة وفهم وفوق والفئة المراهقين والأطفال في فئة محددة هذه البرائمات قبل الوصول إلى البرائمات كيف يتم عملية اختيار المشاركين في هذا المهرجان على أي أساس يعني راح يتم اختيارها؟ لا وضعنا في اللجنة التنظيمية وضعت عشر مؤسسات شبانية اللي راح يتم تسجيلها وحنا حطينا في هذه الصفحات الفيسبوك وعبر المؤسسات الشبانية والجمعيات اللي اتصلنا بهم وخليناها مفتوحة إلى غاية يوم 28 مارس وبالتالي مازل ولكن حب نعرف فقط المعايير اللي راح تتابعون في اختيار الأصوات المشاركة في البرائمات الثلاثة المعايير أولا كيف يقول احنا المعيار رقم واحدة هو أنك تكون منشد عندك ميول لمجال الإنشاة ثاني شيء بين الشروط لأن النظام أو القانون الداخلي يتعلق لهذا المهرجان وضعنا 11 شرط من بين هذه الشروط أن الفرقة على الأقل تكون من 5 أفراد إلى غاية 25 فرد باش نعطيه هذك الأداء الجماعي وفي التقييم تعالج نتحكيم الأداء الجماعي وكيف يقول باش يعيشوا الحياة الجماعية لأن الأداء الفردي يكون تقييم للفرد في المجموعة حتى أن المجموعات كيف حددنا هذا العدد بمدروس بحكم تجربة وبتوصيات من لجنة التحكيم واللجنة التنظيمية لأن الإنشاة في الجزائر تلقاهم على شكل مجموعات أغلبية سحيقات تلقاهم مجموعات متكونة من 5-6-7 إلى أقصى حد 20 حتى 22 نحن زدنا وسعنا 25 لأنه علىه يقدر يكون قائد الجوق المسؤول التقني المسؤول الفني كيف يقول الشاعر أو الكاتب باش يرافقوا يعيشوا هذه نعود لهم فيما يخص كيف يقول التصفيات ومن خلاله كيفاش نمروا للساية يعني بين الشاعر كوي جو تنتقي على هذه الأغتياء هذا هو مراحل عادية يعني يعني عفو مربع بعد الرقل للمرحلة اللي هي مهمة جدا بعد الانتقاء أحسن المجموعات الصوتية في الأصوات المختارة المجموعات والفرق المنشادي المشاركة سيتم توزيعهم على ثلاث مجموعات مجموعة الأولى على مستوى غرب العاصمة بسيدي عبدالله مقاطعة سيدي عبدالله المجموعة الوسطى اللي راح تكون على مستوى البريد المركزي أو مقام الشهيد والمجموعة الثالثة اللي هي على مستوى شرق العاصمة اللي على مستوى السياحة العمومية الرغاية هذه الثلاث المجموعات سيتم اختيار منهم 12 فرق مناصفة يعني 6 فرق أقل من 16 سنة و6 فرق أكثر من 16 سنة هذه الـ 12 فرق ستتنافس للمرور إلى النهائي 12 فرق ستلتقي في الـ Prime الثاني والمهم جدا على مستوى قاعد من خلدون ومن خلالكم ومن خلال قناة والشروق أننا نوجه دعوة للعائلات باش يجيوا يوم فاتح أفريل يوم أول أفريل على الساعة العاشرة ليلا ستكون قاعد من خلدون مفتوحة للعائلات باش يستمتعوا بأحسن الفرق يقول أحسن الفرق التي ستختارها وتنتقيها لجنة تحكيم 12 فرق هذه منها ستختار لجنة تحكيم الثلاث فرق أقل من 16 وثلاث فرق أكبر من 16 سنة التي سنشتوا النهائي ليلة القدر على ما سوى لما نقوله فرق مفتوحة أيضا قد يقع الاختيار على شباب حرار بطبيعة حال نحن نشوف المشاركة أنه الفائزين راح يكونوا فرق يعني مش بالضرورة المهم يكون الشرط المشاركة ما يكون مشاركة فردية لازم تكون مجموعة إنشادية لماذا؟ لأنه في التقييم العام باش نبقى في الصورة العامة أننا مجموعة إنشادية مجموعة إنشادية على أقل متكونة من خمس أفراد وبالتالي كل الشباب واللي رام يتبعوا فينا أننا مفتوحة إلى غاية يعني حتى غاية ثمانية وعشرين وحتى أنه البارع في الصهراء اللجنة تنظيم في تقييمها قال لك ممكن جدا نزيده يوم أو يومين كإضافة لممكن كشف في القالة لك في ضغط ربما الصهراء الخيط الأول في الصهراء الثالثة اللي راح تكون يوم ثلاثين مارس وبالتالي ثمانية وعشرين 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 نقدرون نزيدوا نمددوها باش تكون مشاركة كبيرة باش نلحقوا المبتغة والطول محتعنا هو مياه وعشرين فرقاء إنشادية جميل والمبتغة تعمل المشاهدين والمشاركين هو الجائزة الأولى والكبرى واش راح تكون الجائزة فيما يخص الحفل الختامي سيكون الحفل الختامي ينشطه المتنفيسون اللي ذكرناهم اللي هما ست فرق للفئتين بعد تقييم اللجنة تحكيم سيكون اختيار ثلاثة بعد الثلاثة واش كعين احصلنا للجائزة الجائزة هادو قعد ما راح لهضر تعليم وفهمناهم عطينا الجائزة واش راي يكون جائزة خطر من الناس اللي تشاهد تحب تعرف ولا واشنو هي الجوائز التحفيزية ربما نحكيوا على الجائزة طبعا اللي فاتت باش نجو للطبعة هادية الطبعة اللي فاتت او الجرات العادة انه لجنة التنظيم من يفوز بدرع الانشاد وهذا الدرع اللي يميز الجوائز الجائزة ثانية واللي هي بمساهمة مديريت شابو برياضا هي للعمل فات ولسنة اللي فاتت كانت رحلها كامل التكاليف الى دولة تونس للفرقة الانشادية مع تكفل ب لباس كيف يقول اللباس الخاص بالفرقة من تكاليف او الا من الرابطة هي اللي تتكفل بها الاقل من 16 سنة تم كيف يقول تكفل برحلة لمدة عشر ايام لمستوى ولاية الطارف كيف يقولك كاملة التكاليف السنة هذه ستكون نفس الجوائز ولكن المفاجأة نخليها صهرة لانه مدير شابو برياضا سيعلنوا عن الجائزة الخاصة ليلة الحفل يعني ما تعطيناش حصرية هكذا نجونا نعنو على البرنامج تبقى المفاجأة لازم ندوح حصرية يعطينا على الأقل حصرية للبرنامج باش هكذا يجعل الناس يشاركوا هو كيف يقول الجرات العداء أنه سيد مدير شابو برياضا لأنه هو يرافق يرافق شباب ويرافق الفئة الشبانية والأنشطة الشبانية وما يخفر لك أنه هي مرافقة للمبدعين والمتميزين كل الجرات كل سنة أنه المتميزين في مختلف الأنشطة الشبانية والرياضية يتم تكريمهم تكريمة تكون مادية وكيف يقول مرافقة مهم جدا المتابعة المتابعة ممكن جدا أن الفرقة سنتكفلوا بتسجيل في استوديو تسجيل يعني تقدروا تعطوهم تسجيلات يعني سنوضع لهم كل الإمكانيات المادية لتسجيل الأنشطة والمدائح حتى الفرقة ونتكفلوا بتسويقها وتسجيلها كيف يقول الجائزة الخاصة سيتكفل لأنه عنها رسميا من سيد طرف سيد مدير شباب رياضة اتزاما من نانا لأنه هو صاحب والرائي لهذا المهرجان وفي نفس الوقت نخلوها مفاجأة للمشاركين لأن المنافسة خلوها كيف يقول ما زالها رهي متواصلة إن شاء الله شكرا لك سيدي على قبول دعوية البرنامج شكرا لك على هذا المرور بالتوفيق لكم شكرا أنا نزيد نذكر أنه ليلة القدر لأنه دهمنا الوقت ليلة القدر إن شاء الله على مستوى صافكس كيف يقول رح يكون حفل ختمي مميز بمشاركة فلسطينية شكرا بمشاركة دولة تونس بمشاركة وطنية بمشاركة الجميع لإنجاح هذا المهرجان وانا بدوري أدعو الشروق شكرا لك أكيد رحبنا حاضرين في هذه الحفلات وحنغطوا هذه الحفلات كما غطنا وقبل أكيد رح يكون لنا شرف أن نشاركوا في هذه المهرجانات وهذه التظاهرات الثقافية شكرا لك علي صفصاف رئيس رابط تنشيط وقات فراغ الشباب على قبول دعوة البرنامج على هذا المرور الجميل شكرا جزيلا